أستاذة سمر عبدالعزيز أم الطفل علي محمد أستاذة سمر مساء الخير مساء النور يا فنان أهلا وسهلا أوليلي بقى أوليلي بقى يعني علي في سنة كم أولا علي في سنة ربعة تدائي سنة ربعة عنده تسعة سنين بس بسم الله ما شاء الله يعني شكله كده هطلع فنان هيدرب على أحمد مكي ربنا يا خسيك يا ربنا طيب أوليلي أنتوا اكتشفتوا كده أنه في شبه بين وبين أحمد مكي في الشخصية ديا ولا ولا إيه القصة بالزبط هو البداية كان فيه جروب معروف على الفيس اسمه ليت الفاشونيستا الجروب ده بيعمل مسابقات للأسفال فكانوا عاملين مسابقة يعني كل فترة كده فيما تقليد المشاهير أنا جات لي الفكرة أنه أنا عامل علي مكي حزلقوم فعملنا اللوك هو مش شبهه يعني مش شبهه هو مش شبهه صح؟ بس أنتوا يعني عملته كده مكياج وحاجات وشعر بحيث أنه يطلع شبهه أنا كنت بحيث برضا أنه هو فيه منه يعني كنت عارسة أنه هو هيعرف يجيب اللوك ده والبصة دي حتى هو لما نزلنا باللوك بتاع المسابقة هو ما كانش يعرف شخصية حزلقوم معالف مكي بس ما يعرفش حزلقوم فعمل عمل تعبير وشه وعملنا اللوك بالزبط اللوك بتاعه عمل أكتر من عشر ثلاث لايك على الجروب وحق يعني مش قادرة بقى أقولك الناس عملوا إيه على لما شوفوا اللوك بتاع علي آآ هودي طبعا شافها آآ علي طلع الأول في المسابقة هودي اللي هو المصور محمد هودي آآ محمد هودي شافه الزكورة وآآ عاجبه قوي علي وقترح أنه هو يعمل له هدية علشان هو طلع الأول في المسابقة بس آآ كان شرط أنه هو يعملها نفس اللوك يعني السيشن بنفس اللوك حزلقه آآ ولقيته الأمصان دي واللبس بتاع أحمد مك ازاي آآ أنا راحت آآ والله الجلبية دي غلبتني جدا آآ فصلتها عند تنزي تنزي جلالي بعربي آآ جبت حاجاتني بتاخده النور آآ وجبت آآ يعني لفيت بطراحة على ما جبت الحاجات دي لأن الستايل ده مش موجود آآ أحمد بتاقي ما حد البنفت يا صحيح طب وآآ ونوين تكمله كده في آآ آآ الجلبية الجلبية حلوة قوي آآ نوين تكمله في في الموضوع ده ولا مجرد يعني كده يعني مسابة أو خلاص آآ يعني أنا حسيت أن السيشن عجب الماس جدا أنا ما كنتش متوقع يعني ما كانش يجي أبدا في دماغي أنه هو هيعمل كده آآ أنا يعني السيشن عادي لفيت اللي ما عرفش أنه هو هيعمل قوي كده آآ والناس كلها بتقولي أن هو شابه آآ آآ يعني بصراحة نجاح غير متوقع طيب آآ آآ معايا عالي دلوقتي ممكن نتكلم معاه؟ آآ آآ علي يا متفضل طيب. مساء الخير مساء الخير يا علي. خلوة. أخبارك ايه؟ الحمد الله كوي. هو أنت اسمك علي دلوقتي ولا حزلقوم؟ علي. علي برضو؟ طيب قولي انت بيعجبك. لو عادي حزلقوم ماشي. ماشي لا لا خليها علي دلوقتي. قولي آآ آآ ايه ايه اللي عجبك في شخصية حزلقوم؟ دم وخفيف وكل نفسي تحبه مشهور جدا. مم. وقال نفسي يشوف اللفة قوي. آآ هو لسه لسه الفنان احمد ميكي ما اتصلش بيك صح؟ لأ. طب لو هو سمعنا دلوقتي تقوله ايه؟ هقوله هقوله بحبك قوي قوي قوي. آآ نفسي تعمل معي اي حاجة. اعلان اي حاجة. انت عايز تمثل مع احمد ميكي يعني. ايوان بزرق. واللي عايز احمد ميكي يمثل معك. هتفرق. ونفسي شوف. لا انا متهيق لي بعد المكالمة دي ان شاء الله آآ هتوصل آآ لي الفنان الجميل احمد ميكي وهتلاقيه هو طالبك وهيعرض عليك بقى انكم تتشاركوا في عمل كده تمثلية اعلان زي انت ما بتقول. بس انت عايز تمثل يعني عايز تبقى ممثلة يعني. عايز. بتحب تمثيل. ايو بحب. طب بتحب مين غير احمد ميكي? محبة عدل امان. ومين كمان? ومحمد رمضان. محمد رمضان? ومين كمان? وحمد حمي. انت حد بيغششك جنبك يا علي صح? لا. بتقول من نفسك الكلام ده? ايو. طيب ماشي. ترجمة نانسي قنقر قنقر